اهلا بكم مشاهدين في هذه النشأة الاخبارية بتوقيت واشنطن العاشرة صباحا وثلث عصرا بتوقيت جرينيتش ونبدأ بابرز العنوين بليرمول ايطالية تصدف مؤتمرا حول ليبيا واحتمالية غياب حفتر تضعف فرص نجاح الاجتماع قبل بدأه رغم التأكيدات التركية فرنسا تنفي على لسان وزير خارجيتها تسلمها اي تسجيلات حول مقتل خاشقجي الهدوء الحذر يخيم على حدود غزة واسرائيل بعد عملية اسفرت عن مقتل جندي اسرائيلي وسبعة فلسطينيين اهلا بكم من جديد تصدف مدينة بليرمول ايطالية اليوم مؤتمرا بشأن النزاع في ليبيا تشارك فيه الاطراف المتنازعة بحضور دول عربية وغربية منها الولايات المتحدة وفيما استبعدت مصادر مشاركة الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الا ان رئيس الوزراء الايطالي توقع حضوره ساعة قليلة وينطلق مؤتمر بليرمو في ايطاليا حول الازمة الليبية مؤتمر من المتوقع ان تشارك فيه مختلف الاطراف المتنازعة وعدد من اعيان القبائل والمجتمع المدني في ليبيا بحضور دول عربية وغربية ويهدف المؤتمر الى تحريك العملية السياسية وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات التشريعية التي تم ارجاء موعدها الى ربع عام 2019 بدلا من ديسمبر المقبل الا ان هذا الاجتماع ورغم اهميته يرى العديد من المراقبين انه لن يأتي بالجديد وذلك بسبب عدم جدية الاطراف الليبية في القيام بتنازلات لإيجاد حل نهائي للخلافات والفوضى التي تعيشها البلاد منذ سنة 2011 ويكاد يكون اجتماع سياسي ردا على ما تم في باريس ولكن لا يتوقع منه الكثير الحقيقة لان اي اجتماعات بخصوص حل الازمة الليبية يجب ان يكون وفقا لقواعد ومنهجية محددة غير ذلك هو مزيد من اضاعة للوقت والجر واستعدادا لهذا المؤتمر ولضمان نجاحه اكدت أدة مصادر زيارة رئيس الوزراء الايطالي جوزابي كونتي الاحد بن غازي للقاء المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا والذي لم يؤكد الى حد الان مشاركته في المؤتمر في المقابل عبر الليبيون عن املهم في ان تكون القمة التي ستحتضمها ايطاليا بداية لتوافق حقيقي بين الليبيين لوضع حد لمعاناتهم اليومية والصعوبات الاقتصادية والامنية التي يواجهونها منذ سنوات نبو حاجة مفيدة نبو اجتماع مفيد نبو حاجة تقعمزوا فيها يتروح الشعب الليبي تقول لها درنا حل ما فيش حد فيكم در حل عقيلة صالح حفتر النواب الصراج قل لكم على بعض المشري حتى انت ما فيش شيء نسبة لموتة من بليرمو نتمنى ان جميع الاطرافها تصل لحل لان الشعب خلاص ضايق بي وفد وشوفوا فاقا قدامكم وان شاء الله ربي يهني البلاد ويهدي العباد يا رب بليرمو اذا ستكون عنوان الامل للليبيين خلال الساعات القادمة على امل انهاء الصراع الذي تعيشه بلادهم وتوقن الى مستقبلا افضل يسمح ببناء دولة حديثة ينضم الينا مفد الحرة من بليرمو علي اوجانا اهلا بك علي بداية كيف تبدو الاجواء والتحضيرات وابرز الشخصيات التي وصلت حتى الان هناك تكتم شبه مطبق من قبل السلطات الايطالية على مجريات هذا المؤتمر الافتتاح الرسمي انسح التعبير سيكون بعد قليل بحضور رئيس الوزراء الاطالي جيوسي بي كونتي الذي وصل منذ قليل الى هنا الى مكان اقاد المؤتمر في فندق فيلا ايجية لكن منذ الصباح كانت هناك ورشتي عمل ورشة عمل صباحا كانت مخصصة للجوانب الاقتصادية ورشة عمل تجري الان وستنتهي بعد قليل تخص الجوانب الامنية بالنسبة للحضور الى حد الان ليست هناك شخصيات كبيرة جدا باستثناء طبعا رئيس الوزراء الاطالي الذي وصل منذ خليل كما ذكرت هناك المبعوث الدولي غسان سلامة موجود ايضا لكن بالنسبة لمستوى التمثيل للحاضرين ليس هناك اسماء محددة الاكيد هو ان هناك اجتماعا تانيا تم تنظمه على عجل يبدو ارضاء خاصة لخليفة حفتر وهذا الاجتماع سيكون اجتماعا امنيا سمي قمة مصغرة بحضور الدول المعنية بالملف الليبي دول الجوار طيب علي دعني اصوضح معك هذه المقطة تحديدا وهناك حديث ان مكيدف رئيس هل تأكد حضور خليفة حفتر ام لا خليفة حفتر المؤكد لدينا من قبل مصادر ليبية مطلعة ومقربة من خليفة حفتر تؤكد انه قادم لكن ليس للجلوس في طاولة هذا المؤتمر الذي يجري الان لكن في هذه القمة المصغرة التي سيحضرها ميدفيدف ورئيس الوزراء الوزير الاول الجزائري والرئيس التونسي والرئيس المصري والرئيس التشادي والرئيس النيجيري حسب ما علمنا الان من خلال هذه التسريبات لكن رسميا لم يعلن الى حد الان من قبل السلطات الايطالية ربما تفاديا لما حصل مع هذا المؤتمر نذكر مثلا ان جوسيبي كونتي كان قد اعلن ان ميركل ستحضر الى هذا المؤتمر ثم اتضح ان لا ميركل ولا حتى اي وزير وانما موظف وزارة الخارجية مثل المانيا هنا وبالتالي تفاديا لكل هذه المفاجآت ربما فضلت ايطاليا عدم الحديث عن اي شيء حول هذه القمة الى ان يحضر المشاركون وتم سيتم الاعلان ربما هذا المساء او ربما صباح غد نعم علي ماذا عن المشاركة المصرية في هذا المؤتمر والدور الذي ستقوم به والشخصيات المتمثلة في الوفد المصري بالنسبة لمصر تحديدا الرئيس سيسي قادم وعلمنا انه غادر مصر فعلا وانه قادم للمشاركة في هذه القمة المصغرة هذا اعلى طبعا مستوى يمكن ان يشارك في يعني هذه القمة تعتبر على هامش هذا المؤتمر وبالتالي هي جزء من هذا المؤتمر كما ذكرت هو حل وسط او حل ترقيعي وصل اليه الرئيس الوزراء الايطالي للملمة هذا الشب فشل الذي كادت تصل اليه هذه الاشغال اشغال هذا المؤتمر خاصة بسبب حفتر وبالتالي السيسي وسبسي وغيرهم سيأتون الى هنا لحفظ ماء الوجو وانقاذ الموقف بالنسبة لرئيس الوزراء الايطالي الذي كان يراهن على ان يكون هذا المؤتمر انجح من مؤتمر باريس في مايو الماضي لكن كل المؤشرات خاصة منذ انسحاب حفتر كانت تشير الى انه سيكون فاشلا بشكل كبير جدا مقارنة بباريس رغم فشل باريس حسب الكثير من المراقبين نعم ايضا حول هذا الموضوع ستنضم الينا فاطمة غندور اكاديمية وكاتبة صحفية من القاهرة اهلا بك معنا بالتأكيد سنبدأ من المتوقع في هذا المؤتمر وهل شبح الفشل الذي قالت اليه المؤتمرات السابقة سيخيم عليها ايضا اهلا بك واهلا بكل مشاهديك الكرام حقيقة هذا الفشل معلن مبكرا اليوم حتى على الصعيد الاخباري المتابع للاعلام الاوروبي لا يبدو لقاء بليرمو خبرا اولا في اغلب حتى قنواتها ايضا غياب قادة العالم الذين من حوالي اسابيع تروج الحكومة اليمينية الايطالية انهم سيشاركون ولكن ما يبدو مخيبا هو عدم حضور قادة حضور ممثليهم على صعيد نائب وزير في خارجية او ممثل مكتب خارجية هذه النقطة تحديدا لو سمحت سيدة فندور لماذا نلاحظ فعلا هناك ضعف في التمثيل على الرغم من ان هذا المؤتمر تمت الدعوة له وتم تفعيله ويتم الحديث بانه ايضا مدعوما من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يبدو انه يمثل اضافة جديدة لما فعله لقاء بايس اتنين ولا ننسى ان هناك نوع من الصراع على النفوذ على التواجد حتى في داخل الارض سواء الايطالية او الفرنسية كلاهما يعمل على اتبات حضوره ونفوده في شأنه الداخلي هذه مسألة هو يهتم بها اكثر من مسألة حلحلة او تحريك الازمة الليبية هناك موضوعتين الهجرة ومكافحة الارهاب وهذا امر متداول في لقاءات تبدو على صعيد حتى المؤسسات الامنية والشراطية بشكل شهري ودائم لذلك ما الذي سيضيفه باليرمو اي اضافة هناك شغل للبعثة الاممية تقوم به مؤخرا في لقاءات الاصلاح الاقتصادي وهناك بوادر انتعاش بدت هذا الاسبوع في البنوك الليبية هناك ايضا حلحلة على صعيد لقاءات مصر بالنسبة لقادة الجيش الليبي وهذا دور تلعبه مصر بباليرمو او بدون باليرمو هذا اللقاء يبدو كأنه سلسال لقاءات دولية ما يفعله هو حضور ليبيا في المشهد السياسي والاعلامي الدولي وهذا الحضور يبدو اخباريا وان لم يكن كبيرا في لقاء باليرمو طيب ولماذا باليرمو تحديدا برأيك ما هي القيمة الجيوسياسية لهذا المؤتمر وفي هذا المكان تحديدا اللقاء يخدم الحزب الايطالي كثيرا والحكومة الحالية أنت بالنسبة باليرمو هي عاصمة سيقلية هناك نوع من الصراع الآن بالنسبة للانفصال الشمال عن الجنوب هناك نوع من الانشغال الداخلي وحتى الاعلام الايطالي منذ اسابيع يعلق بعضهم يقف مع اطلاع ايطاليا بدورها الكبير في المسألة الليبية والبعض الآخر يعتبره نوع من مضيعة الوقت ولا علاقة لايطاليا الا بمشكلة الهجرة والمشكلة المتعلقة بمكافحة الارهاب والتطرف حتى داخل الحكومة الايطالية وداخل الاعلام الايطالي هناك نزوع للتصادم وخلق نوع من الضدية تجاه هذا الحزب اليميني الذي بين قصة على الموسيلينية ووجود النفوذ ووجود التأثير على الجهة نعم على ما يبدو باننا فقدنا الاتصال مع فاطمة غندور الكاذبة والاكاديمية الصحفية من القاهرة شكرا جزيلا لك وبالتأكيد اتوجه بالشكر لمفاد الحرة الى بليرمو علي اوجانا في موضوع اخر قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان اليوم ان فرنسا ليست بحوزتها تسجيلة تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على حد علمه وردا على سؤال عما اذا كان اردوغان يكذب قال لودريان لقناة فرنس دو ان تصريح اردوغان يعني ان لديه لعبة سياسية في هذه الظروف هذا واستنكرت تركيا بشدة تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي اعتبر ان رئيس التركي رجب طيب اردوغان يمارس اللعبة سياسية بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقال مدير الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التن انه من غير المقبول اتهام الرئيس اردوغان بممارسة لعبة سياسية مضيفا ان انقرة اطلعت بالفعل باريس على ادلة بشأن هذه القضية دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم الى انهاء حرب اليمن وتحقيق العدالة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وطالب هانت الذي التقى اليوم العاهلة السعودي سلمان بن عبد العزيز السعودية بالتعاون في التحقيق في مقتل خاشقجي هذا واضحت الخارجية البريطانية ان هانت يسعى كذلك خلال جولته التي تشمل الامارات للحصول على دعم لجهود الامم المتحدة لانهاء النزاع في اليمن جدد وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو دعوة الرياض الى وقف الاعمال القتالية في اليمن وشدد خلال مشاورات هاتفية اجراها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة جلوس جميع الاطراف الى الطاولة للتفاوض على حل سلمي للنزاع تحت رعاية الامم المتحدة وبحسب بيان صادر عن الخارجية الامريكية فقد اكد بومبيو لبن سلمان ان الولايات المتحدة ستخضع كل المعنيين بعملية قتل خاشقجي للمحاسبة وانه على السعودية ان تفعل الشيء كان حاضرا ايضا في باريس حيث بحث الرئيسان الامريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب اردوغان سبول الرد على مقتله في القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الماضي اعلنت مصادر عسكرية وطبية في اليمن مقتل نحو 150 شخصا بينهم مدنيون خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في المعارك الدائرة للسيطرة على مدينة الحديدة غرب البلاد وذكرت مصادر طبية ان اكثر من 110 من عناصر انصار الله الحوثية فضلا عن 32 من القوات الموالية للحكومة قتلوا خلال المعارك واكد مصدر عسكري في الحديدة ان السبعة مدنيين قتلوا في المدينة الساحلية وقد ارتفعت حصيلة القتل منذ اجتداد المواجهات في الحديدة مطلع 22 نوفمبر الى 600 شخص حذر الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتارش اليوم من احتمال تدمير ميناء الحديدة في اليمن وكرر دعوته لوقف اطلاق النار وحذر جوتارش من انه اذا حصل تدمير للميناء فقد يؤدي ذلك الى وضع كارثي مذكرا بان اليمن يعيش فعليا وضعا انسانيا كارثيا حول هذا الموضوع ينضم الينا من القاهرة بليغ المخلاف الاعلام والبحث السياسي اهلا بك معنا بداية كيف تقرأ سير المعارك والتصعيد العسكري تحديدا في الحديدة وانعكاساته على المدنيين نعم مساء الخير ولا لك وليس هذا مشاهدي قناة الحراء الحديدة اصبح الجميع ادرك ان الحديدة هي مفتاح الحل السياسي وبالتالي تعنت الميليشيات واستمرارها في السيطرة على مدينة الحديدة والسيطرة على الميناء هذا اعطى لها متنفس من الوقت ومساحة لإطالة عمراء ارتأت الحكومة والتحالف العربي ان تحرير الحديدة سيكون بداية لمفتاح للحل السياسي بسبب الضغط الذي سيحصل على ميليشيات الحوثي بعد فقدانها اجزاء الساحة الغربي التي استفادت منها طوال الفترة الماضية سواء في عمليات تهريب السلاح سواء في عمليات الحصول على اموال من موارد الميناء والسيطرة على المساعدات الانسانية وبالتالي ستلجأ هذه الميليشيات للبحث عن اي حل سياسي يضمن لها جزء من المكاسب التي حققتها والتي لم تتمكن من تحقيقها من خلال الانقلاب المعارك تسير في الحديدة حتى الآن بالتأكيد لكل معركة عسكرية كلفتها نحن ندرك أن الكلفة ستكون كبيرة لكن للأسف الشديد الأمم المتحدة ومعها المجتمع الدولي أعطوا للحوثيين فرصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية عندما ضغطوا على التحالف العربي والحكومة الشرعية لوقف العمليات في سبيل إنجاح مساعي المبعوث الأممي مارتين جريفث والتي لم تسفر عن شيء حتى مجيء الحوثيين إلى جينيف في سبتمبر الماضي تعثر ولم تتمكن للأمم المتحدة والمجتمع الدولي من الضغط عليهم لإحضارهم إلى طاولة المشاورات استغل الحوثيون هذه الفرصة والهدنة التي حصلت في عملية تحويل الحديدة إلى ما يشبه ببرميل باروت قابل للانفجار في أي وقت استقدمت المقاتلين قامت بزراعة الألغام قامت بتحويل المدنية والأحياة السكنية إلى ثقنات عسكرية وهذه بالتأكيد ترفع من كلفة تحرير مدينة الحديدة إذا ما تبعنا العملية العسكرية منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن نجد أن القوات المشتركة ومع التحالف العربية سيرون بخطة عسكرية منظمة حاولوا التوغل في وسط المدينة لقطع خطوط الإمداد وبالتالي فتح منافذ آمنة لخروج المدنيين الذين تحاول لميليشيات استخدامهم كدروع بشرية لكن الأمور تمضي كما هو مخطط لها القوات المشتركة اقتربت من دوار شارع التسعين الذي يربط خط الشام وهو طريق الإمداد الرئيسي الذي إذا ما قطع بالتأكيد ستكون المسألة مسألة وقت للسيطرة على الميناء تحذيرات الأمم المتحدة من تدمير ميناء الحديدة لماذا لم يحدث هذا في عدن عندما حررت عدن لماذا لم يحدث في المخا عند تحريرها للأسف الشديد الأمم المتحدة تسلمت الملف اليمني منذ العام 2011 ثلاثة مبعوثون أمميون إلى اليمن ما الذي قدموه نحن الآن نتحدث عن عام كامل منذ وصول مارتن جريفث وتسلمه المهمة في اليمن لم يتمكن خلالها حتى من جمع الأطراف على طاولة مشاورات أو حتى العقد جولة مشاورات ولو كانت بدون منفردة في غرف منفردة ومنعزلة عن بعضها البعض وبالتالي إلى متى ستستمر اليمن في هذا الوضع إلى ما تستمر الحكومة الشرعية والتحالف العربي ينتظرون تطبيق القرارات الدولية ما لم يقومهم بتطبيق هذه القرارات والضغط على هذه الميليشيات للذهب إلى مشاورات وإلى اتفاق سلام غير مشروط نعم طيب وبالحديث عن المشاورات والاتجاه إلى الحل السياسي إلى أي مدى هذا التقدم الميدان العسكري الذي أحرزته القوات الحكومية سيخدم موقعها في هذه المفاوضات بالتأكيد مسألة السيطرة على الحديدة وعلى ما تبقى من الساحل الغربي سيخدم بالتأكيد ليس الحكومة فقط وإنما سيخدم جهود المجتمع الدولي والوما المتحدة في الذهاب إلى طاولة المفاوضات الحثيون إذا ما فقدوا الحديدة وما تبقى من الساحل الغربي سيفقدون ورقة مهمة كانوا يلوحون بها في وجه المجتمع الدولي لاستخدامها في عملية تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر أيضا سيخسرون أهم خطوط الإمداد التي كانت يصل إليها السلاح عبرها وأيضا أهم الموارد الاقتصادية التي تأتي سواء عبر وصول المشتقات النفطية إلى ميناء الصليف وإلى رأس عيسى وحركة التجارة في ميناء الحديدة بالإضافة إلى السيطرة كما قلت على المساعدات الإنسانية والتي استخدمت خلال الفترة الماضية إما لتسييل بعضها من خلال بيعها في السوق السوداء وتحويلها إلى أموال نقدية أو استخدام المساعدات أيضا للضغط على بعض المناطق التي كانت تنتبه ضد الحوثيين وأيضا عملية شراء الولاءات والذمام المحلية وبالتالي ستفقد هذه الميليشيات ورقة مهمة جدا كانت تستخدمها خلال الفترة الماضية وستبدأ هي بالبحث عن أي مشاورات سياسية كما قلت للحفاظ على جزء من مكاسبها لكن خلال الفترة الماضية إذا ما تحدثنا عن كل جولات المشاورات السابقة ولعلا ما كانت الكويت يعني في ظل سيطرة أو في ظل امتلاك هذه الميليشيات لوسائل قوة فإنها تذهب إلى المشاورات وترفع السقف وبالتالي لا ترفض التفاوض على أي من المرجعيات التي اعترف بها المجتمع الدولي نعم يعني تحدثنا عن الجانب العسكري وجانب السياسي ولكن ماذا عن الجانب الإنساني معارك الحديدة تنعكس على المدنيين والأنباء تتحدث عن أن الحوثيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية للأسف الشديد الحوثيون يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في الحديدة كما استخدموا المدنيين كدروع بشرية قبلها من المحافظات تحديدا في عدن في المخافي كثير من المناطق عندما يتحدث الآن الكثير من المنظمات الدولية وبعض الأطراف الدولية تتحدث عن الكلفة الإنسانية لعملية تحرير الحديدة هل كانت الحديدة جنة عند سيطرة الحوثيين عليها الحديدة صنفت خلال السنوات الأربع الماضية الأسوأ إنسانيا في اليمن من قبل كافة المنظمات الدولية المعنية ووصل الوضع في بعض مديريات محافظة الحديدة إلى درجة المجاعة وبالتأذى في ظل سيطرة الميليشيات نحن نقول أن تحرير الحديدة سيخدم أيضا الأهداف الإنسانية سيحرر الميناء وستتمكن المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة من إيصال الإغاثة إلى كافة المحتاجين لها وإنها ما تقوم هذه الميليشيات من ممارسات تنعكس سلبا على الوضع الإنساني في الحديدة وفي غيرها من المناطق وخاصة نحن نتحدث عن مناطق كثيفة السكان في مناطق شمال اليمن تعتمد على ميناء الحديدة سواء في حركة التجارة أو في إيصال المساعدة الإنسانية نعم من القاهرة بلغ المخلاف الأعلامي والباحث السياسي شكرا جزيلا لك تتابعون أيضا بعد الفاصل مقتل ستة في هجوم انتحاري في كابل ومقتل عشرين من قوات الأمن في هجوم لطالبان بولاية غزني أهلا بكم من جديد قتل ستة أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري في كابل في منطقة قريبة من موقع مظاهرة خرجت للاحتجاج على هجمات طالبان ضد أقلية الهزارة وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية إن ثمانية آخرين جرحوا في الانفجار هذا وخرج مئات بينهم طلاب جامعيون إلى شوارع كابل اليوم للمطالبة بنشر تعزيزات في المناطق التي يشكل الهزارة غالبية سكانها في ولاية غزنة التي تستهدفها حركة طالبان هذا وتبنى تنظيم داعش هجوم كابل كثف الجيش الأفغاني اليوم عملياته ضد حركة طالبان في محافظة غزن جنوب شرق البلاد وخاصة في المناطق التي تتواجد فيها الأقلية الشيعية المعروفة باسم الهزارة ونشر الجيش قوات خاصة في منطقتين جاكوري وميلستان التي شهدت أمس قتالا ضاريا أدى إلى مقتل عشرين من قوات الأمن الأفغانية حسب مسؤول محلي وقال قائد الجيش الأفغاني الجنرال محمد شريف يفتالي إن عملية عسكرية كبيرة ستبدأ في الأيام المقبلة ضد طالبان في محافظة غزن نفذ عشرة اللبنانيين وقفة احتجاجية وسط بيروت في إطار حملة بعنوان جنسية كرامة لمطالبة البرلمان برفع التحفظ عن المواد الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وطلب المحتجون وأغلبهم نساء بتمكين الأم اللبنانية من منح جنسيتها لأولادها وتصحيح وضع ما يعرف بمكتومي القيد المحرومين من حقوقهم وأبرزها التعليم والصحة والعمل إضافة إلى حقوق مدنية أخرى توقف الاعتقالات التي يتعرض لها هؤلاء بحجة أنهم غير لبناندين وتزامن هذا الاحتجاج مع بدء أعمال الجلسة التشريعية في مجلس النواب التي تناقش وتعديل القانون الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من الجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم ولاد الأم اللبنانية مثل اللبنانية عم بيموتوا عبواب المستشفيات عم بيموتوا بالشغل ووقفهم تحت الشمس وبعدنا منقول أنه نحنا متماسكين باللبنان متماسكين بالحم اللبناني نحنا ندعي الجميع أول شغلة فيه قوانين بمجلس النواب جاهزة ومحتوطة بالجرور مندعي دولة الرئيس بري أنه يدرج قانون منح الأم اللبنانية جنسيتها لأبناء اليوم على جدوى الأعمال ويتم التصويت عليها ونعرف مين مع هيدا الحق ومين مش مع هيدا الحق نحنا هلأ اعتصام رمزي لحن تخبرهم شغلة نحنا راحلين باتجاء اعتصام مفتوح إذا بيصير شي لأبني أو لكل أمهات لأولاد لبنانيات لأولادهم وحيات الكرآن لحمل البلد كلها المسؤولية أنا أبني بعد عطين السنة سار عمر خمسة عشرين حابب جيش وحابب 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 وأخته ما عم يوصل لوا إذا بيسروا شي ما بدي أعطي جنسية أنا بأعطي روحي بس يطلع بموت أنا بس يعيش هو ما منحقنا نحنا كمواطنة لبنانية شو ما كانت تكون إنه بس باب ضو أولادها تكونوا حدة بس ما نطالبين لأقصور ولا شي لك العيش الكريمة ما مأمن لنا بس يرخلنا أولادنا حدنا ما منقدر نعطيهم ورقة بس يعيشوا فيها حدنا أنا ابني لأنه سوري ممنوع يشتغل ممنوع يتوظف ممنوع يتحكم ممنوع يأكل لأنه سوري ابني عمره 24 سنة عم بيعاملوك أنه لاجئ سوري جاي من سوريا بالحرب ابني لبناني 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 عثرت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني الأردني اليوم على جثة طفلة مفقودة جرفتها سيولو في محافظة مأدبة جنوب عمان ما يرفع عدد القتل إلى 13 شخصا وأكد مدير عام الدفاع المدني مصطفى البزايع انتهاء عمليات البحث في منطقة وادي الهيدان بعد العثور على جثة الطفلة التي سحبتها سيولو جارف الجمعة وكان 21 شخصا قد لقوا حتفهم قبل أسبوعين غالبيتهم تلميذ جراء سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميتة بعض الفاصل تتابعون أيضا المرصد العراقي لحقوق الإنسان يوثق وجود 15 مفقودا من الموصل في أقبية سجون الحكومة المركزية أهلا بكم شن الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع في غزة بعد استهداف حافلة إسرائيلية بصاروخ وبعد يوم من مقتل إسرائيلي وسبعة فلسطينيين الواقع بدأت عندما فتح مهاجمون في سيارة النار على مجموعة من حماس ما أسفر عن مقتل أحد قادتها وأضافت حماس في بيانا أن أفرادها قاموا بمطاردة السيارة التي سارعت بالعودة تجاه الحدود مع إسرائيل وقال شهود أن الطيران الإسرائيلي أطلق أكثر من أربعين صاروخا على المنطقة أثناء المطاردة من جهته أكد الجيش الإسرائيلي أنه كان يجري عملية في القطاع عندما وقع تبادل لإطلاق النار مضيفا أن جنديا قتل وأصب آخر إلى ذلك يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو اجتماعا أمنيا طارئا لبحث تداعيات التصعيد في الغزة وكان نتنياهو قد قطع زيارته إلى باريس عائدا إلى إسرائيل لمتابعة تطورات الوضع بعد أن شارك في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في العاصمة الفرنسية للمزيد معنا من القدس مراسل الحرة يحيى قاسم إذن ضعنا في صورة المشهد وآخر التطورات وصوصا بأن الأنباء تتحدث بأن القصف تجدد الآن من قبل الطيران الإسرائيلي وهناك بالمقابر رد من قبل الفصائل بالفعل منذ حوالي ساعة تعرضت البلدات الإسرائيلية إلى أكثر من مئة قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة بعض هذه القذائف استهدف تجمعات سكانية محيطة بالقطاع وقذائف أخرى طالت مستوطنات بالقرب من الخليل وأيضا سمع دوي صفرات الإنذار في منطقة البحر الميت نشير إلى أنه في هذه المنطقة يتواجد هناك مفاعل ديمون النووي وكانت السلطات الإسرائيلية سلطات الجيش قد نصبت هناك منظومة القبة الحديدية منذ فترة وجيزة مما كان يدل على أنها تتوقع أن تتعرض هذه المنطقة لإطلاق قذائف من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية بالنسبة للإصابات فنحن نتحدث عن إصابتين لمواطنين إسرائيليين وصفت جراحهما ببلغة الخطورة بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص وصفت جروحهم بطفيفة الآن مع هذا التصعيد الواضح تعرض البلاد لأكثر من مئة قذيفة أطلقت من القطاع هذا ينذر بأننا متجهون إلى التصعيد وبالفعل قامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي باستهداث مواقع في قطاع غزة أضف إلى ذلك إلى أنه من المتوقع في الساعات القادمة أن تكون هناك ردود إسرائيلية أكثر صرامة نشير هنا إلى أن هذه التطورات تأتي بعد العملية العسكرية التي كانت بالأمس في منطقة خان يونس والتي أدت إلى مقتل ضابط برتبة ليفتنانت كولينيل من الجيش الإسرائيلي وسبعة فلسطينيين بينهم قيادين نحن نتحدث عن تصعيد ربما قد نشده خلال الساعات أو الأيام القادمة ولكن ما الذي حصل تحديدا يعني كنا نتحدث عن هدنة وشكة بين إسرائيل والفصائل لماذا اتجهت الأمور نحو هذا التصعيد بالفعل والأكثر من ذلك هو أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية كان قد صدق قبل يومين على المرحلة الثانية من التسوية مع قطاع غزة لكن هذه التطورات والتغييرات الميدانية خاصة بعد العملية العسكرية التي كانت بالأمس من قبل إسرائيل والرد الفلسطيني هذا الأمر فتح الباب على مصرعيه من جديد إسرائيل من ناحيتها كانت قد حذرت أكثر من مرة بأنه إذا ما تواصل إطلاق القذائف عليها فإنها سترد بصورة صارمة خاصة أنها ثم تخلاف داخل الكابينات الإسرائيلي بين عضويك الكابينات بين وزير التربية والتعليم نفتالي بنيت وهو رئيس حزب البيت اليهودي ووزير الدفاع فيكدور ليبرمن وهو رئيس حزب إسرائيل بيتنا نفتالي بنيت اتهم ليبرمن بأنه يقبل الأتاوى أو يدفع الأتاوى لحماس كي لا تقوم بإطلاق السواريخ وهو أشار بذلك إلى الخمسة عشر مليون دولار التي أدخلتها قطر إلى دخل قطاع غزة من أجل دفع الرواتب هذا الاتهام وجهه بنيت إلى فيكدور ليبرمن إلا أن ليبرمن من ناحيته أيضا قال أن أعضاء الكابينات لم يوافقوا حتى لحظة على القيام بعملية عسكرية لكن في ظل هذه التطورات بلا شك أن الحكومة ستقف أمام ضغوطات من قبل الرأي العام الإسرائيلي ولسيما سكان التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة من أجل القيام بردة فعل أكثر صرامة وذلك من أجل ما يعتبره الإسرائيليون إعادة قوة الردع لديهم نعم هذا بالنسبة للجانب الإسرائيلي ماذا عن الجانب الفلسطيني وردة الفعل المتوقعة أيضا بالفعل نحن نتحدث عن الجانب الفلسطيني عن قطاع غزة هناك كما وصلنا من منظمة الهلال الأحمر الفلسطينية بأنه تم تكثيف عدد طواقم الهلال وأيضا تم إخلاء بعض المواقع التي تتبع لحماس إخلاء هذه المواقع لأنه كان من المتوقع أن تقوم إسرائيل بغارات عليها ومن ناحية ثانية أيضا هناك استعدادات وإطلاق القذائف كان عدد من القيادين في الفصائل المختلفة الذين هددوا بصورة واضحة بأنها إسرائيل ستتلقى ردا شديدا على العملية التي كانت التي كانت بالأمس والتي أودت بحياة سبعة فلسطينيين وبالتالي التهديدات من قبل الطرفين هي التي عادة ما أوصلتنا إلى تصادم عسكري وإلى حرب وهو ما نشهده الآن على الرغم من تصريحات الطرفين بأنهما لا يريدان القيام بعملية عسكرية أو التصعيد ولكن في مثل هذه التطورات فمن غير المستبعد أننا أمام حملة عسكرية ربما أو ردة فعل عسكرية على الأقل من قبل إسرائيل على القصف الذي كان مساء اليوم كما أسلفت يعني منذ حوالي ساعة تعرضت بلدات إسرائيلية أيضا في منطقة النقب مثل بلدات محاذية لبئر السبع وهي تتواجد في أواصط النقب إلى إطلاق قذائف من قطاع غزة هذا الأمر تعتبره إسرائيل تصعيدا نوعيا وبالتالي فالحكومة لن تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي خاصة في ظل كما أسلفت المطالبات من قبل السكان بأن يكون هناك رد فعل أكثر صرامة نعم أشكرك جزيلا شكر يحيى قاسم ورسل الحرة من القدس بالتأكيد سنعود إليك في هذه الحدوث تطورات جديدة أيضا حول هذا الموضوع معنا من رامال محمد ضراغ مالكاتب والمحلل السياسي أهلا بك معنا على ما يبدو بأن المشهد يتجه نحو التصعيد بعد أن كنا نتحدث عن هدنة وشيكة بين إسرائيل والفصائل لماذا اتجهت الأمور نحو هذا الخط نحن نتحدث عن تصعيد متزايد بدأ منذ الأمس الحقيقة أن كل الأطراف ليس لديها مصلحة في التصعيد لكن أحيانا يكون هناك خطوات أو إجراءات تكتكية ربما تنزلك معها الأمور إلى حرب كاملة إسرائيل ليس لديها مصلحة كما يتضح لنا لأن إسرائيل في هذه المرحلة تركز على علاقاتها مع الدول العربية أي حرب في غزة ستؤثر على تلك العلاقات لماذا قامت بهذه العملية سؤال الذي يطرح نفسه لو سمحت ما الهدف فعلا من هذه العملية ولماذا قام الجيش الإسرائيلي بإرسال عناصره لتنفيذها أعتقد أن الأجواء النقاش الداخلي في إسرائيل أثر دفع بالحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة أو بوزير الدفاع وزير الدفاع كان يتعرض لانتقادات من اليمين اليمين المتطرف وبالتالي يبدو لي أنه الهدف كان إصار رسالة طمأنة للجمهور بأن إسرائيل لا تدفع الثمن وبأن إسرائيل تسيطر على الأمور فكانت هذه العملية لكن في التاريخ كانت هناك أحيانا عمليات تؤدي إلى انزلاقات خطيرة ومنها هذه العملية التي يبدو أن نتائجها ستكون وخيمة غير ذلك الأطراف مصالحها السياسية مع التهدئة ومع الهدوء وهناك ترتيبات وعلى مراحل كانت تجري لكن كل طرف الآن يوجه رسالة إلى جمهوره نتنياهو يهتم بإيصار رسالة إلى جمهوره لأنه تعرض لانتقادات شديدة هو وزير الدفاع بأنهم يخضعون لحركة حماس حركة حماس أيضا تتعرض لانتقادات شديدة من السلطة الفلسطينية ومن الجمهور بأنها باعت الدماء بالدولار لأنها قبضت أموال قطرية مقابل الهدوء بقراراتها ومتمسكة بستراتيجياتها وممصالحها الاستراتيجية أعتقد أنه إذا لم يتم احتواء الموقف سريعا وهناك جهود مصرية كما علمنا من حركة حماس طب برأيك هل فعلا هناك جهود مصرية لاحتواء سريع يعني في ضوء هذا التصعيد متزايد من الممكن أن يتم احتواء هذا الموقف إلى هنا يمكن احتواءه لكن إذا سقط ضحايا مدنيون في الجانب الإسرائيلي على سبيل المثال فإن الحكومة لا يمكن لها أن تصمت إذا ما أخذنا بعين الاعتبار النقاش السياسي الساخن في المجتمع الإسرائيلي وهناك حروب حدثت في المنطقة وفي التاريخ بسبب العلاقات العامة السياسيون في هك حالة مضطرون لمجارات الرأي العام خوفا على مقاعدهم وخوفا من خسارة الانتخابات القادمة وخوفا من خصومهم والضغوط عليهم لذلك إذا ما سقط ضحايا مدنيين أعتقد بأنه حتما نحن مقبلون على حرب حرب غير مرغوب فيها بالمناسبة كل الأطراف ليس لديها مصلحة في هذه الحرب لكن كما نرى الأمور تنزلك لأنه حادث واحد ممكن أن يفجر هذه الأجواء المشحونة دائما نعم وحتى قبل قليل جاءتنا أن تتحدث بأن القصف تجدد الآن من قبل الطيران الإسرائيلي وهناك رد من قبل الفصائل بالقذائف ولكن بمتابعتنا لهذا الموضوع تحديدا وكأن هذه العملية غير مدروسة لأنه بالمقابل كانت ستؤدي إلى أسر عناصر النخبة التي تم إرسالهم إلى القطاع وبالتالي هذا كان سيؤدي إلى حدوث تصعيد عسكري مباشر بين الطرفين كان هناك نقاش ساخن في المجتمع الإسرائيلي وكانت هناك ضغوط سياسية على وزير الجيش وعلى رئيس الحكومة واتهامات من اليمين الشارع الإسرائيلي يتجه يمينا والإسرائيل تعيش أجواء تسخين انتخابي هناك حديث عن انتخابات مبكرة وحتى إذا لم تحدث انتخابات مبكرة الانتخابات القادمة في العام المقبل يبدأ التحضير لها منذ اليوم وهناك حساسية عالية للانتخابات القادمة لأن قوة اليمين المتطرف تزايد على الحكومة ولديها برنامج متشدد تجاه الفلسطينيين برنامج يقضي بفرض الحصار على غزة يقضي بمصادرة حوالي نصف الضفة الغربية ضم المنطقة جيم التي تساوي أكثر من نصف الضفة الغربية لذلك النقاش الآن في المجتمع الإسرائيلي ليس على السلام ومن يقدم وإنما على فرض الإرادة الإسرائيلية وحسم النتائج الصراع على الأرض من خلال ضم الأراضي وبناء المزيد من المستوطنات أي أن النقاش في الدائرة اليمينية وعندما يكون النقاش في الدائرة اليمينية يتخذ بعض القادة والمسؤولين مثل ما حدث أمس قرارات لإظهار قوتهم ونتائجها كما نرى نتائجها وخيمة نعم أنا أشكرك جزيلة شكر محمد ضراغ ملكاتب والمحلل السياسي من رام الله شكرا جزيلا لك أيضا معنا مباشرة من غزة مراسلة الحرة وسام ياسين إذن وسام ضعينا في صورة المشهد لديك يبدو بأن الأمور تتجه نحو التصعيد أكثر نعم بالفعل عصر اليوم صرح أحد الناطقين باسم ألوية الناصر صلاح الدين وهو ذراع عسكري لأحد القطاع الفلسطينية بأنهم سيردون على العملية التي حدثت بالأمس وبالفعل ترعان ما انطلقت الصواريخ الفلسطينية في غزارة من قطاع غزة تمع صوت انفجارات عديدة هذه صوت الصواريخ انطلقت بالفعل الإسرائيلية ويبدو أن بعضها أصاب المنازل وأحدهما أصاب وأيضا الإباس وثم بدأت الغراد الإسرائيلية في قطاع غزة التي استهدفت إحداث مواقع للتدريب ونقاط رسل وهناك حتى ثلاث إصابات على ما يبدو أنها طفيشة أو متوسطة ونحن بانتظار على ما يبدو ليلة ساخنة الفصائل الفلسطينية ستضرب وإسرائيل لن تسقط على هذا التصعيد ولكن يبقى هناك تدخل أممي أو تدخل مصري لاحتواء هذه الأزمة وعودة الهدوء بين الطرفين نعم على كل نوسام بالتأكيد أيضا نود أن نقف في تفاصيل أكثر تحدثت بأنه حتى الآن الإصابات التي أو الضحايا لا توجد ضحايا والإصابات تعتبر حالات طفيفة ولكن خلال الساعات القادمة هل من خطوات احترازية من الممكن أن يتم القيام بها لحماية المدنيين في حال استمرار القصف نقبل الطيران الإسرائيلي نعم الخطوات بدأت منذ الأمس بإخلاء جميع المواقع الأمنية وأيضا المستشفيات على استعداد كامل هناك إجراءات في المستشفات قطة غزة قبل قليل أيضا أعلن الهلال الأحمر عن رفع نسبة جهوزية الطواقم الطبية لديه ربما تكون هذه ليلة ساخنة أيضا وما تكون بداية هذه السخونة بداية لتثبيت تهديئة جديد لا نعرف الساعات القادمة بالتأكيد ستكون الأمور واضحة أكثر نعم سأكتفي معك بهذا القدر ويسام ياسين مراسلة الحرة من غزة بالتأكيد سنعود إليك في حال جد جديد قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إنه وثق خمسة عشرة حالة لمفقودين بمدينة الموصل في سجون تديرها الحكومة المركزية والتهم المرصد الحكومة بأنها لا تزال تتعامل بما وصفه بالإهمال المفرط مع قضايا المفقودين في المدينة وقال المرصد إن المفقودين من أبناء أهالي الموصل خلال سيطرة تنظيم داعش وعند دخول القوات الأمنية العراقية إليها موجودون في معتقلات حكومية بعضها في بغداد يستمر عد الأصوات أو إعادة عدها في عدد من الولايات الأمريكية بعد نحو أسبوع على الانتخابات النصفية والأزمة تتمحور حول 12 مقعدا في الكونغرس عشرة مقاعد في مجلس النواب واثنان في مجلس الشيوخ إضافة إلى اثنين لحكام الولايات ورغم أن الأسباب اللوجستية إلا أن النزاع تحول إلى نزاع مرت أيام على أعلان نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية لكن لا تزال بعض المعارك غير محسومة في بعض الولايات وعد الأصوات مستمر لماذا هناك لائحة من الأسباب تبدأ بالاقتراعات المتأخرة التي لم تحسب إلى الاقتراعات التي لم تصل أصلا في الوقت المحدد لأنها اقتراعات بالبريد ولا تنتهي بالأخطاء في التصويت أسباب تبرر لكن الأصوات متقاربة بشكل كبير لا تسمح بإعلان النتائج النزاع قائم على عشرة مقاعد في مجلس النواب ومقعدين في مجلس الشيوخ واثنين لحكام الولايات أما الولايات التي صادفت هذه المشاكل فهي كاليفورنيا إحدى أكثر الولايات التي تعتمد على التصويت بالبريد وصل البريد وصل البريد متأخراً أقله يوماً واحداً لكنه يحمل أربعة ملايين ونصف المليون بطاقة نحو أربعين بالمئة من مجموعة الأصوات أي إن النتائج غير دقيقة وهذه الأصوات تطال خمسة مقاعد في مجلس النواب وإعادة العد تجري في ولاية مين ونيو جيرسي وفي جورجيا والمأساة المضحكة في جورجيا أن الفائز المبدئي بمنصب الحاكم قدم استقالته من وظيفته السابقة في الحكومة لكن الفارقة بسيط إلى حد كبير واحتمال أن تتغير النتيجة وارد وهو الحال في مقاطعات في ولايات تكساس ويوتا وأريزونا أما الفوضى الأكبر يسهل عليكم التكهن إذ اشتهرت بأن لها في كل انتخابات أزمة فلوريدا السبب؟ اسمها براندا سنايبس كان الحاكم جيب بوش علق مهامة سيلفيها عن العمل المشكلة دائماً في مقاطعة براورد نحن آخر من يعلن النتائج طلبت ماكينات لعد الأصوات من ولايات أخرى فالأزمة تدور حول مقاعد في مجلس النواب وحكام الولايات وتجددت النزاعات القانونية والسياسية الفارق كان أقل بنصف من واحد في المئة ما دفع إلى إجراء عملية إعادة فرز ألية بعد سحب المرشح الديمقراطي اعترافه بخسارته أمام حاكم الولاية الجمهوري ريكس كوت لجأنا إلى المحكمة في مقاطعة براورد لمنع حصول الاحتيال حتى الساعة لم نفهم كيف وصلت في تلك المحافظتين تلك زيادة الخيالية أكثر من 90 ألف صوت نزلت من السماء بعد الانتخابات وتظاهر الناس واحتجوا إذا لم تعد بعض الأصوات يعني أنك تسكت الناس يجب أن يسمع صوت الجميع عندما تغش في النظام الانتخابي يعني أنك تلغي المبدأ الأساسي في الدستور المبني على فكرتي نحن الشعب الموعد النهائي لوضع حد للأزمة حدد بمساء الخميس المقبل قضى 29 شخصا على الأقل جراء حرائق تعصف بولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ يوم الخميس وساهمت رياح عاتية في انتشارها وتعقيد مهمة احتوائها على رجال الإطفاء وتلقى أكثر من ربع مليون شخص أوامر بإخلاء منازلهم في منطقة واسعة قرب ساكرامونت عاصمة هذه الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة وفي منتجع مليبو البحري الحريق الذي اندلع الخميس اعتبر الأكثر تدميراً في تاريخ كاليفورنيا مع اشتعال نحو سبعة ألاف مبنى بينها مستشفى ومنازل في مدينة باراديس شمال العاصمة ساكرامونتو ويقدر عناصر الإطفاء أن السيطرة الكاملة على الحرائق ستستغرق نحو ثلاثة أسابيع ويشارك في احتوائها أكثر من ثمانية آلاف رجل إطفاء وغطت السحوب الدخان سماء المدينة حيث حجبت أشعة الشمس وعلى الأرض تفحمت السيارات وخطوط الطاقة لا أحب أن آتي إلى هنا كل ليلة لأخبركم بأن عناصرنا أنقذوا المزيد من المواطنين لكننا جدون حقا عندما نصدر أوامر الإخلاء لأننا لا نلجأ إلى هذه الأوامر ما لم نكن متيقنين من أهميتها بالنسبة إلى حياتهم أشكر الجميع على تعاونهم لكن الأزمة لا تقتصر على ليلة واحدة ولعلها ستستمر أياما عدة لذا سنكون بحاجة إلى تموين غذائي ودوائي ومعالجين هناك كبار في السن بحاجة ماسة إلى مضخات أكسجين وبحسب دائرة الغابات والحماية من الحرائق فإن ألسنة اللهب أتت حتى الآن على أكثر من أربعين ألف هكتار من الأراضي وتمت السيطرة على عشرين في المئة من الحرائق بينما تلقى أكثر من ربع مليون شخص أوامر بإخلاء منازلهم في منطقة واسعة قرب لس أنجلس التي تضم حياة هوليوود الخاص بالإنتاج السينمائي وقد عثر على عدد من الجثث في منطقة ماليبو التي تعد من المناطق المفضلة في الولاية لنجوم هوليوود الباحثين عن الخصوصية والرفاهية اندلاع النيران والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات والثروة الغابية أدت إلى توتر الأجواء بين إدارة الولاية والبيت الأبيض إثر تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنحفها باللائمة على إدارة الغابات محذرا من حجب أموال فدرالية عن الولاية رئيس منظمة عناصر الإطفاء في كاليفورنيا من جهته ندد بتغريدة ترامب التي اعتبر أنها مهينة عمبنية على معلومات خاطئة استأنفت قافلة المهاجرين مسيرتها عبر الأراضي المكسيكية صوب الحدود الأمريكية التي ما زالت على بعد ألاف الكيلومترات في إصرار على الوصول إلى المعابر التي تأخذهم إلى الأراضي الأمريكية بعدما أمضوا ليلتهم في ثلاثة ملاذات مؤقتة من بينها ملعب لكرة القدم استأنف آلاف المهاجرين الذين جاءوا من أمريكا الوسطى رحلتهم المطنية قاصدين الحدود مع الولايات المتحدة قضعت قافلة المهاجرين الطريقة سيرا على الأقدام من بلدتك وراتارو إلى إربواتا بولايتك ونجواتا المكسيكية حيث سيتجمعون للانطلاق في المرحلة التالية أعتقد أنني سأشيخ إذا عشت في بلدي ولن أكون قد فعلت أي شيء أعني لن يكون لدي منزل أو أسرة أو أي من ضروريات الحياة اعتلى المهاجرون الذين تجاوز عددهم الستة آلاف ظهور الحافلات والشاحنات الكبيرة التي انطلقت صوبة جوانا على الحدود مع ساندييغو والتي لا تزال على بعد أكثر من ألفين وخمسمائة كيلومتر الولايات المتحدة نكسب أموالا أكثر ونستطيع أن نعطي شيئا لأسرتنا ولكن في هندراس حتى عندما نريد أن نعطي شيئا لأطفالنا لا نستطيع لأن القليل الذي نحصل عليه لا يكاد يكفر الطعام ودفع الإيجار والكهرباء لا أكثر وقد تقدم أفراد من شرطة النقل لمساعدة المهاجرين على إيقاف الشاحنات التي ستنقلهم رغم عدم توفر عوامل الأمان والسلامة الأساسية بها عندما تريد شيئا لابد أن تركب الصعب من دون أن تأبها بما يمكن أن يحدث يأتي انطلاق القافلة من كورتارو بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يمنع دخول المهاجرين عبر الحدود الجنوبية بين معابر الدخول لمدة تسعين يوما وسبقه مرسوم رئاسي يمنع منح حق اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية مع المكسيك بشكل غير شرعي لكن المهاجرين ما زالوا يفضلون مواجهة المجهول والمخاطر على الحدود الأمريكية على العودة إلى مكابدة الفقر والجرائم في بلادهم مشاهدين نتابع سوية هذه الصور التي تأتين مباشرة من قطاع غزة والتي تظهر قصف الطيران الإسرائيلي لمواقع في القطاع تحديدا نتحدث عن قنابل ضوئية لقصف مواقع الفصائل في قطاع غزة بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية وإلى عنوينها بليرمو الإيطالية تصدف مؤتمرا حول ليبيا واحتمالية غياب حفتر تضعف فرص النجاح الاجتماعي قبل بدئه رغم التأكيدات التركية فرنسا تنفي على لسان وزير خارجيتها تسلمها أي تسجيلات حول مقتل خاشقجي أشكركم على حصن المتابعة للمزيد زوروا مواقعنا على السوشال ميديا والتويتر والفيسبوك إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة